ايه التقرير؟ تعالوا نشوف مجلة النيويوركر اللي نشر التقرير ديفيد كيرك باتريك هذا الأسبوع صورة تظهر قدام حضراتكو على الشاشة الأسرار القادرة لحملة التشويه بتاريخ 27 مارس 2023 في The New Yorker والكاتب أو المصدر ديفيد كيرك باتريك مهمة قوي أن أقول بعض المعلومات قبل مبدأ النهاردة ايه هي؟ نسبة 95% إلى 98% من المعلومات اللي هتظهر على مدار الساعة الأولى هي نقلا عن التحقيق الاستقصائي لديفيد كيرك باتريك أضيف إليها مجهود متعلق ببعض الصور للأشخاص باستعراض بعض المعلومات ببعض البحث الآخر لكن المصدر الرئيسي للمعلومات اللي هنستعرضها النهاردة هو تحقيق The New Yorker The Dirty Secrets of Smear Campaign لديفيد كيرك باتريك في هذه المجلة طيب نبدأ ونشوف ايه الحكاية ايه القصة تعالوا نتعرف مع بعض على الأخطبوت من هو الأخطبوت الإماراتي في حلقة الليلة؟ الأخطبوت هنا نتحدث عن محمد بن زايد هو رأس هذا الأخطبوت هو المحرك هو الدماغ اللي بتحرك كل الناس اللي حضراتكو شايفينهم دول طيب مين الناس دول؟ تعالوا نتعرف عليهم طحنون بن زايد هو متورط في حملات التشويه اللي بتستهدف المسلمين في الخارج وبتستهدف بعض الناس استهدفت قطر في وقت من الأوقات واستهدفت بعض الناس بوصمهم من جماعة الإخوان المسلمين وإلصاقتهم الإرهاب والتطرف بهم هنا عندنا شخصين الصور زي ما قلتلك ديفيد كيرك باتريك في التحقيق قال الأسماء ذكر اسم مطر حامد النيادي وعلي سعيد النيادي بالبحث في فريق آخر كلام توصلنا لصورة مطر حامد النيادي وهو مسؤول إماراتي هنتعرف عليه بعد شوية وعلي سعيد النيادي وهو صديق لمحمد بن زايد وهنتعرف عليه أيضا بعد شوية ذراع ده الذراع الإماراتي للأخطبوت الذراع الآخر هو حلقة الوسط ما بين الشركة أو الناس اللي هتبدأ تشوه وتستهدف المسلمين في الخارج وتستهدف الإخوان المسلمين في الخارج وما بين الإماراتيين وهو هذا الشخص رونالد جاكارد وهذا الرجل لبناني فرنسي هنتعرف عليه أيضا بعد شوية نروح للحلقة الأهم في هذه الحلقة وهي ماريو بيريرو رأس الأفعى اللي عامل شركة مهمتها تشويه الناس وتدمير حياتهم وتحت مجموعة من الناس فيليب فاسيد صحفي في أفريكا انتليجنس واندرو نورفولك صحفي في لندن تايمز ولورينزو فيدينو وهو باحث مهم جدا في شؤون الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة بيوصف نفسه كده وسيلفان بيسون وهو صحف استقصائي أيضا مهم جدا وليه دور بارس في حلقة النهاردة وفي حملات التشويه يبقى ده الأخطبوط اللي تعرفنا عليه الناس دول هم اللي هيدمروا الناس اللي هنتعرف عليهم دلوقتي وهم الضحايا